اشتركوا في القناة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية مساء الخير لجميع المتابعين في الأردن رحبكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية منطقس العرب نهار اليوم ارتفعت درجات الحرارة بشكل ملموس وسادة أجواء حارة نسبيا في أغلب مناطق المملكة كانت حارة في منطقة الأغوار والبحر الميت والعقب وعموم المناطق المنخفضة درجات الحرارة هذه ستعرف المزيد من الارتفاع خلال الساعات القادمة وأيضا تبلغ ذروتها يوم غد الأحد مع أجواء غير مستقرة يتوقع أن ترافق هذه الكتلة الهوائية الحارة وتتكاثر على إثرياء غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية تحتل على إثرياء زخات عشوائية طابع رعادية أيضا من الأمطار خلال الأيام القليلة القادمة سوء الأقمى الصناعية الملتقطة خلال ساعة صباح اليوم توضح خلوع منطقة بلاد الشام والمملكة من الغيوم كنتيجة لتمركز لمرتفع جوي في كافة طبقات الجو في هذه المناطق تفاصيل أكثر حول درجات الحرارة نستعرضها في خراءة توزيع الكتلة الهوائية في طبقات الجو المتوسطة يوم السبت ارتفعت درجات الحرارة بشكل ملموس مع اقتراب لكتلة هوائية حارة قادمة من الصحراء الكبرى الإفريقية عبر الأراضي المصرية تبلغ وتشتد وتتعمق هذه الكتلة الهوائية الحارة يوم الأحد حيث تعرف درجات الحرارة المزيد من الارتفاع طقس حار في عموم المناطق متوقع يوم الأحد شديد الحرارة في المناطق المنخفضة ليلة أيضا تستمر درجات الحرارة مرتفعة يكون الطقس دافئ بشكل كبير ولافة درجات الحرارة تبقى أعلى من المعدلات مثل هذا الوقت من العام لكن اعتبارا من يوم الاثنين تنخفض قليلا درجات الحرارة مع استمراره أعلى من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام يستمر الطقس حار نسبيا أيضا حتى منتصف الأسبوع هذه الأجواء الحارة عفوا والكتلة الهوائية الحارة ستترافق أيضا مع أحوال جوية غير مستقرة بحيث تتدفق كميات من الرطوبة في طبقات الجو العالية تعمل على تشكل غيوم متوسطة وعالية في مناطق عشوائية من المملكة تهطل على إثرها زخات من الأمطار دبارا من يوم الأحد وتستمر خلال الأيام القادمة بشدات مختلفة لكن هذه الغيوم الماطرة يتوقع أن تتركز بشكل رئيسي في المنطقة الشرقية والجنوبية من المملكة تشمل أيضا منطقة أو المدينة العقبة خاصة خلال يومي الأحد والاثنين حتى يكون الفرصة مهيئة له طول زخات رعدي من الأمطار هذه الزخات من الأمطار ستترافق أيضا مع ريح نشطة مثيرة للأتربة والغبار كما ذكرنا خاصة خلال ساعات الظهيرة والعصر بشكل يومي خلال الأسبوع الحالي تفاصيل أكثر حول الحالة الجوية المتوقعة في العاصمة عمان خلال فترة الصحور حيث يسود تقصافي ترتفع درجات الحرارة تسجل 22 درجة مئوية المحسوس عيضة 22 الرطوبة منخفضة والرياح تكون خفيفة السرعة وبالتالي الصحور في الخارج سيكون ممتاز بالنسبة للثلاث أيام القادمة ارتفاع كبير على درجات الحرارة يوم الأحد مع أحوال جوية غير مستقرة 33 درجة مئوية كحرارة عظم أما الصغرى 23 درجة مئوية مع فرصة لزخات من الأمطار خلال ساعة الظهيرة والعصر يوم الأثنين أيضا أحوال جوية غير مستقرة تنخفض قليلا درجات الحرارة 31 درجة مئوية كحرارة عظم أما الصغرى 21 درجة مئوية يوم الثلاثة أيضا تستمر هذه الأحوال الجوية الغير مستقرة فرصة لوطوزة خاطر عادي من الأمطار في مناطق عشوائية ومتفرقة من المملكة مع 29 درجة مئوية كحرارة عظمى أما الصغرى تنخفض لتسجل 19 درجة مئوية كان هذا كل ما لداني لحد الآن إلى اللقاء بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة